بسم الله الرحمن الرحيم لكن نظر الظروف طرقه اضطر ان هو بيكونش معنا الامر التاني انا هكلم حضراتكم في حاجة في منتهى الخطورة وهي انتشار ظاهرة توظيف الاموال في القرى وبعض الاماكن في السعيد والوجه البحري انتشر ظاهرة توظيف الاموال ودي مش موجودة في القانون اصلا يعني لا يوجد في مصر على الاطلاق حاجة اسمها شركات توظيف الاموال وللأسف الشديد ما يدعو للدهشة هو تكرار سيناريو اضنصب على الضحايا السيناريو هو نفس السيناريو الذي تسبق وانتكرر في عهد الريان والشريف وغيرهم وما استجد من احداث كل يوم بالله يستريح جديد ياخد لقب مستريح جديد مستريح مستريح يلهف الاموال من الناس ثم يختفي او يتم القفض عليه الناس لم تتغير الذي يتغير فقط هو اسم المستريح الجديد ثم اسماه الضحايا الجدد الناس لم تتعلم ولم تتعز ما يحدث الان ظهور مستريح جديد للأسف شديد في قرية قريبة من مسخة رأسي وهو القضية المعروفة دلوقتي حاليا بقضية مستريح مغيغة اللي هو اسمه مستر حسين مستر حسين هذا يعني عايز اعرف ما هي مؤهلات مستر حسين حتى نسخ فيه كل هذه الثقة ونمنحه اكثر من مليار ونصف المليار مليار ونصف المليار وقدها مستر حسين من الناس علشان للأسف الشديد يعطي فائدة شهرية كل مئة الف جنيه يعطي عليها خمساشر الف جنيه طيب انا كراجل دلوقتي بتق الله سبحانه وتعالى في دخلي بتحرد دقلة في الدقة في كل جنيه يدخلي ازاي اقبل على نفسي الربا يعني ده ربا بين وواضح وصريح البنوك اقبر بنوك العالم لا تعطي واحد في المئة ربا او فايدة انا اقبل على نفسي ازاي اي منطق يقبل فلوس ايه ومشروعات ايه اللي ممكن تديلي المبلغ الكبير او ده حدث في قرية مجاورة لقرية مستر حسين وهي قرية اسمها قفادة حدث بالقرب منها منذ بضعة اسابيع جريمة قتل احد الاشخاص اتى المراته دباحها فصل راسها عن جسمها ليه علشان رفضت تبيع البيت اللي هو البيت المسجل باسمها علشان ياخد فلوسه فلوس البيت يديها المستر حسين الست لما رفضت راح لم يتردد لحظة في انه هو يطير رأبتها ودخل الرجل للسجن وقتلت الزوجة واصبح الاطفال يتامة ابا واما ابا لاني الاب دخل للسجن واما لاني الست فارقت الحياة ماذا استفاد هذا الرجل حتى لو كان يدي فلوسه لمستر حسين النتيجة معروفة مستر حسين خدع الناس وقال لهم انا بعمل اه مشروعات بصدر رخام للصين ومعايا الشركة الصينيين وهو يجيد اللغة الصينية على معتقد ودخل على الناس الداخلة بتاعته وللأسف جديد المفاجأة الكبرى ان مستر حسين لم يوقع على ورقة واحدة لكن من وقع على من وقع على هذه الاوراق اللي هم المندوبين اللي شغالين اللي حسابوا في كل البلاد انتشروا في كل البلاد المندوب مقابل انه بياخد نسبة وبيقنع الناس بيقنع ضحايا جدد ياخد فلوس الضحايا الجدد يوزحها ارباح على الباقي باقي المجموعة يلاقي الشخص ده فعله 100 ألف جنيه خد 15 ألف ومنتظم الشهر اللي بعده خد 15 ألف في ناس تلأسف شديد ما لهايتش الأغرب ان فيه ناس اخدت قروض يعني خدوا قروض بفوايد من البنوك طبعا فايلة البنك هتكون أقل من الداخل اللي هيجي من مستر حسين فأصبح مدين للبنك طبعا بالفلوس اللي خدها وفيه ناس ما لهايتش انها تاخد حتى أرباح تضاهي واحد في المية من المبلغ للنفع لمستر حسين إذن النتيجة هنا كالعادة نتائج واحدة إما أن يهرب المستريح بأموال الناس وإما أن يحبس وفي النهاية النتيجة واحدة طيب نفس المركز اللي هو مركز مغاغة كان فيه واحد من حوالي يقارب لسنة تقريبا كان برضو راجل تارزي ويعني إمكانياته ما فيش إمكانيات العقلية والفكرية هو راجل بسيط راجل صنايعي خد من الناس حوالي أربعمائة مليون من كم أسبوع واحدة ست برضو من نفس المكان أخدت من الناس تلاتة وتسعين مليون الله طب إحنا بنشتكي ليه من الفقر إذا كنت كل هذه الملايين موجودة عمدهم وتيجي بقى الناس تقولك الحكومة مزنقة الحكومة قلبت الناس الحكومة دحكت عن الناس الحكومة إيه اللي دحكت عن الناس كيف تضحك الحكومة على أصحاب هذه الملايين ملايين وصلت لمليارات دلوقتي الراجل واخد ملياره وخمسمائة ألف وخمسمائة مليون طب يعني أنا عايز أفهم إزاي طب هنتعلم إمتى لم نفيق من تجربة التارذي اللي خاد 400 أكثر يقارب ل400 مليون لم نفيق من تجربة الست اللي لها في اثماني ناس تلاتة وتسعين مليون وفي الأخر نكررنا التجربة مع أحسين أنا اعتقادي أني لو ظهر واحد تاني بعد أيام من نسيان موضوع حسين ده هني برضو في ناس هتديله وببعض القرى في ناس بتدي دهابها للناس عشان تتجرب لها وفي ناس بتاخد قرود بعض الضحايا بتوحسين ده سيدة لسه متجوزة جديد كانت الادهب بتاعها وراحت إيه إداته حوالي 10 تلاف جنيه تقريباً دي مليح إيتش هذا النموذج البسيط العشرة تلاف جنيه بيدل على أني الناس كل ما يهمها وكل ما يشغلها هو أني أنا أجيب فلوس بشكل بسيط ومستريح من غير ما أتعب فيه أنا شايف اللي المستريح مش المستريح اللي هو أحسين بس المستريحين نفسهم الضحايا لأنهم يميلوا إلى الدخل السريع أنا عايز أبقى غاني بسرعة طبعاً أعمل إيه أدي للراجل فلوسي اللي هو اللي بالشكل ده أي منطق وأي عقل لسه منذ أيام لازال يحاكم يحاكم واحد في مركز ديار بنجم في محافظة الشرقية برضو قد مبالغ طائلة من الناس بنفس الشكل أعتقد أن هذه الظاهرة لن تنتهي لن تنتهي وفي الآخر مين الضحايا بقى؟ مطلوب من الحكومة أنها تدور بسرعة على الراجل المتهم مطلوب من الشرطة أنها تقبض عليه بسرعة ومطلوب من الدولة أنها تحاكمه ومطلوب من الدولة أنها ترد الفلوس اللي تاخده أنتوا بتحذروا والله بتحذروا بجد على فكرة أنا مش زعلان مش صعبان عليها الضحايا لأن الضحايا ما صعبش عليهم نفسهم لما ارتمم في أحضان النزب والاحتيال هم بيحبوا اللي ينصب عليهم قوي طب يعني لو كل مجموعة من الناس بالمبالغ الرهيبة أو الطائلة دي لموا نفسهم وعملوا كيان شركة وطلعوا الأموال دي في شركة اشتغلوا شركة مزاهمة كده على قدهم حتى وبدأوا يعملوا أي شغل مع بعض أول حاجة الداخل هيبقى مشروع بعيد عن شبهة الربع نمرة اتنين فلوسهم هم اللي بيدوروها هم اللي بيشغلوها أحد خبراء الاقتصاد بيقول لي أن البنوك برة بتاخد ما بتديش فوائد على الأرباح ما بتديش فوائد على المبالغ اللي بتودع فيها ليه؟ لأنه هو لما يكون الفلوس محطوطها في البنك هو حاططها في مكان آمن فقط لا غير وبناء عليه هو بيدفع للبنك فلوس فالبنك بيخصم منه من المبلغ اللي هو دفعه مقابل حفظه لهذه المبالغ للأسف الشديد أنا حزين جدا طبعا المجنع طبعا المتهم تم القبض عليه وهو الآن بين يدي العدالة نيابة مغاغة بتحقق معاه نتمنى أن يتوقف الضحايا عن التراشق عبر صفحات التواصل الاجتماعي ظهر الناس بتعمل يعني مجال الشهرة فيه ناس بقى اللي بيعمل فيديوهات واللي بيشتم واللي مش عارف بيعمل ايه للأسف ثقافة حتحزن احنا ما وصلنا اليه أمر مؤسف ناخد فاصل قصير ونرجع عشان نكمل حلقاتنا مع حضراتكم خليكم معا أجدل التحية بحضراتكم واسمحوا لي أن نخرج من أحزان المستريحين والنصابين ونبتلي مع حضراتكم به الناس من ماس الحقيقيين هؤلاء الذين يأتون لمصر بالمدليات الزهبية ويرفعوا اسمه مصر عاليا الناس دي اللي بترفع عالم مصر برا مصر وشرفوا مصر في بطولات كبيرة جدا جدا والأسف الشديد هم ما زالوا خلف طي النسيان مش كتير للناس اللي تعرفهم ومش كتير الناس اللي بتهتم بالألعاب الفردية يعني خلينا نحن نسلط الضوء على النمازج المشرفة النمازج اللي بترفع اسمه مصر اللي نجحت في أنها تمثل مصر التمثيل حقيقي النمازج اللي بتقول إحنا الفرعنا إحنا الفرعنا أنا معايا النهاردة ضيفين عزاز علي أنا شخصيا معايا الكابتن عيد شحاته مؤسس المصارعة بنادي الطلبية الرياضي أهلا بديك يا كابتن عيد ومعايا الكابتن محمود فتح الله مدرب منتخب مصر أهلا بيك يا كابتن وبالمناسبة الكابتن محمود فتح الله هو المدرب الخاص بنجم مصر ونجم العالم الكابتن كارم جابر اللي كلكم وحضراتكم عارفينه اللي قدر أنه يشرفنا برا مصر كتير في بطولات عديدة يعني نبدأ مع بعض بالكابتن محمود على يميني كابتن محمود عايزك تكلمني على تجربة الكابتن كارم جابر وبدأته إزاي وعملته إيه كارم بدأ من المصارعة وهو عند تسعة سنين تسعة سنين وهو كان في أسرة من اسكندرية أسرة جميلة واخواته وكلهم حتى الكبار والظاهرين كانوا بيلعبه مصرع قبله يعني نعم وكانوا برضو كويسين في المصارعة ووالدتهم الحجة يعني يعني وقفت ورا كارم ورهم كلهم رغم أني كارم كان في الوقت ده كان والديه لسه متفوض في أوتاقه عن تسعة سنين نعم فهي صراحة يعني يعني تستاهل تبقى الأم المثالية طبعا ده طبيعا كارم مم يشد حيله وبتاعه وكده وكبره 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 بعدين بدأ يعني بدأ يكسب بقى عبطال في مصر وبتاعه وكده فحطي رجله على الطريق من 2002 من 2002 من 2002 قبل كده واخد بطولات عالم نشئين قبل 2002 وبس أول بقى مدنيات جت في 2002 طلت العام لكبار من 50 سنة ما جبناش مدنيات من 50 سنة؟ لن نحصر على مدنيا؟ من 2002 بالظبط من 50 سنة مثلا يعني قبل 2002 خمسين سنة الوراء ما كوناش خدنا أي مدنيات كبار كان نكون لها نشئين بتاعه كده يعني نعم لكن 50 سنة روحنا بقى كان بطولة في موسكو في 2002 عملنا معسكرات في أوكرانيا وبلغاريا وبتاعه كان معنا مدرّب اسمه مستر بربروف نعم رجل بلغاري يعني وحتى حضرته أنا لاعب وحضرته أنا مدرّي يعني نعم فكان اهتم اهتمان بينا كده وكان يا أمان كازاريان برضو برضو هو أبو من الأجانب يجيه وهو أسس المسارعة وأسس الجيل بتاع كرم جابر وكان بوجي وكان عاشق نغربلي وأحمد سعيد الفرق القوام اللي قعدت معنا سنين يعني جميل فجيه كازمان يعني التغرفة قبل في 2002 بيطارد أربعة أشهر كده اه فشيلوني الليل أنا لغايت من 2002 لغايت 2016 مع الفريق قاموا في البداية انتوا في 2002 انتوا كنتوا لسه بتلعبوا هناك في موسكو اه روحنا في 2002 بقى في موسكو جابنا أول مدلتين كرم خد فضة في البطولة دي نعم وكانت مدوجي برضو خد برونز كأول باناليتين في البطولة تعالى من كبار من خمسين خمسين سنة ده إيجازي طبعا طبعا إيجاز كبير إيجاز كبير بعدين آآ 2003 آآ قرر آآ بوجي آآ بقى كرم برضو قرر آآ الإنجاز برضو فضة كانت في فرنسا وكان مع الدكتور أشف خبز ماشاء الله المبيات لهم ده المبيات لهم ده من واحدة واحدة لسه ما وصلناش لأتينا لسه لتاريخ كله حيوس أتينا بقى 2004 2004 يعني شفنا فيها يعني إيه الهلع والتعب بس هو ربنا سيطرة معنا يعني لإني كانت المنافسة صعبة جدا 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 أتينا خدتوا فيها زهبية آآ زهبية بابا شاء الله يعني والله العظيم زي ما بولك كده يعني يعني عادنا توليس سنة بره نعم والله يمسيب الفير بقى اللي هو ميور ثابت يعني عادنا بره يعني عادنا سبع طوش من عادنا في أوكرانيا وروحنا أولندا وروحنا بلروسيا وآخر معسكر كان كان أربعين يوم في بلغرية أربعين يوم في بلغرية فكان فاضل شوائز غارين على الأولمبيات نعم وتبدأ فأنا كلمت اللي هو ميور ثابت على قديره الصح يعني نعم كان رئيس اللاجنة الأولمبية وستعزلنا منه إن احنا عايزين نروح على أعطينا عادل نعم كانوا في مكان في القرية الأولمبية بعيد عن كرة الطايرة والباسكت وويويويويويوي لأن كرم كله حبيبه ايه اللعبه 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 الجماعيي دي بحبه كرم جدا جدا طبعا اكيد طبعا وكلنا بنحبه الله بقى مش عايزين بقى يعني ايه مركزين وخدنا شليهم بعيد عن الدنيا كلها عشان بتركزوا يعني بقى يعني عالميزان نعم طبعا احنا وزننا شفنا القرعة والحمد لله ربنا قرام ربنا قرام اللي كابتل عيد تحاتة انا عارف ان حداك لك باع طويل وخط تجربة طويلة جدا واسست لعبة في نادي كمان يمكن ما كانش في اي مجال مركز شباب تحاول النادي كبير عايز حالك تجلبني على هذه التجربة والله انا بشكر طبعا حضرتك انك بتقدر توصل للسطل المسؤولين واللعاب الفردية كندا يعني بالاخص ان احنا طبعا الالعاب الفردية دي اصلا مزدومة في مصر يعني نتيجها ايه اللي بتقول الكلام ده انا طبعا لما اروح تعمل مصارعة في نادي الطلبية ما كانتش اللابة اصلا ما كانت موجودة فدخلت اتقابلت مع لادارة النشاط الرياضي ولقيت مجلس ودرم وحترم كان الحج محمد هريدي والأساس حسن مراد اللي كانوا مسكين للمجلس بصراحة وورا الالعاب الفردية ده من ضمن المنظومة لان طبعا حضرتك تعلم ان المنظومة بيبقى نجاح كبير جدا للمجموعة كلها اكيد ده اروح تعملت حضرتك المصارعة من حوالي التسع او عشر سنين النهار ده حضرتك بتتكلم في ست لعبين من نادي الطلبية دوليين ست لعبين دوليين ايمان عصام بطلة افريقيا وربع عالم في البرازيل عندي احمد عصام اول افريقيا عندي ادعم عبدالله اول افريقيا في الجزائر لسه المديلة كانت قريب يعني شهر اثنين اللي فات دايبا ان شاء الله بتعدله بطل كبير جدا جدا وبيسمى مصر وده هدية المصر ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله عندي محمود حنفي ده لعيب يعني حتة من كرم جابر طالعة كده الموهبة والشغل العالي بتاع قرم والحاجات اللي هي استنساخ الاستنساخ بتاع الالعاب اللي هي الفردية فالحمد لله يعني واخدين الدرع العام سنتين واربعه دل الفترة اللي فاتت واخدين في الفين وآآ الفين وطمانتاشر والفين وتسعتاشر طبعا الفين وعشرين كانت جات كورونا كانت توقفت بقى كل الكلام ده كله فالحمد لله اسم يد الطلبية دولياتي في المصرعة علامة في كل حال زي حضرتك عندنا لو يعني برضو بتحضرتك تسمحلي ان انا لاتكلم عن المشروع القومي اه ده مهم جدا طبعا المشروع القومي طبعا طبعا وزارة الشباب الرياضي والاعتقد ان لم يكون فيه مشروع قومي خاصة بوزارة الشباب ده معناه ان هو بدأ يبقى فيه تسليط ضوء على اللعب بالزبط كده بالزبط طبعا تسليط الضوء طبعا النهاردة ما يكون عندنا مشروع قومي بصرف على اللعب ده امكانيات بالزبط لكن اللعبة ما فيهش امكانيات اللعب ما هيشهد اللعبة حكيب انا النهاردة حضرتك الوزارة بتصرف على عيه وبتديله مرتب اه هو شكر كله تأديلي للدكتور قشف صبحي من احسن الوزارات اللي جات في مصر ده حقيقة انا بقولها مش يعني انا الحمد لله لانا اتعملت مع الراجل ده بصراحة وقابلتو كم مرة من احسن الوزارات اللي جات في مصر لا لا واشخصي بجد يعني باهتمام بالرياضة غير عادي بصبوح المدير عام المشاريع القاومية الدكتور محمد حمدي حاجة على اعلى مستوى يعني احنا دايما بنشيد بالناس ديت لان هما دول قبار بتوع المشروع القاومي هما اللي مسكننا بزرط واحنا طبعا كان ناس فنيين بنا قدر بقى نتواجه من خلال شغلنا بنصنع الابطال وبندي بقى طب لو هو افضل مشروع شرعها كم لو عدوا كام في المية من اهتمامات دولة بكرة القدم للمصارعة مثلا كلعبة فردية العابة الفردية واحد في المية بس اللي احنا في اليومين دولة الدكتور قشو بصفحي حبيبي يعني وانا حضرته يعني قبل ما يبقى وزيره بتاعه كده وحضر معنا حاجات كتير قوي والناس هو النقب بتاعه الكردي والوزارة كلها يعني كانوا بيساعدونا في حاجات كتير قبل ما يجي الوزير لكن قشو بصفحي برضو جي الدكتور قشو بصفحي يعني حبيبي يعني شاي الهم كتير مزبوط يعني على هم كتير وعلى عبق كتير يعني ودخل المرض ده برضو رعب الناس وراعز مزبوط طبعا شبه الرياضة واقفة ما فيش الا الكرة بس يعني الرياضة الكرة ممكن يصاب برضو اه ما انا عارف بس يعني 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 انا اعرف ان الكرة ده يعني ايه فلوس استثمار يعني يعني كل الالعاب ممكن تتحول للإستثمار تماما يعني لو فيه نسبة الاهتمام بس احنا عندنا استثمار برضو احنا فيه رعاية فيه رعاية اه للعيبة لبعض اللعيبين لكيجو وعبداللطيف لكيجو الوحيد للوقت المؤهل لأولمبيات توكيو اللي جاي ان شاء الله وعبداللطيف منيع مع الدكتور عشب حافظ مع الدكتور عشب حافظ يعني طيب انا عايزة اسأل بقى لو احنا اه حبينا نشوف مصر موقعها ايه على خريطة الععاب الفردية اه موقعها فين اه هي مصر الرائضة الاولى دلوقتي بالنسبة لأفريقيا الاولى بالنسبة لأفريقيا اه الحمد لله اه على مستوى العرب وافريقيا المصر الحمد لله عندنا المواهب بس عايزين من خلال المواهب دي نظرة واحد في المية من الكورة بس الظبط اه احنا بنتكلم في النقطة دي لو في واحد في المية من الكورة اتفرج على الانجازات اللي تعملها في مصر مش هكون عندنا قرم جبر بس واحد ده هكون عندنا اتنين وثلاثة قرم جبر في مصر لا عزل كديرة طبعا بالظبط يعني لكن إحنا للأسف ما بتصرفش على اللعاب الفردية الدوء مش متسلط عليه إزاي بقى يعني هي ما بتصرفش على اللعاب الفردية النادي ما بيديش أي مزايا للعب في عنديها بتبقى فعيرة بيبقى غزب عندها يعني يعني إحنا برضو بنعذر كده إحنا شغلنا إحنا كمدربين أو جهاز حتى اللعيبة تجيب لبساها بالظبط إحنا شغلتنا كملزومة على اللعيب يعني عساب اللعيب والعساب اللعب. مصبوط. انا عندي حضرتك اولاب والمchoل من اللاتي بعيدة جدا عشان حابين اللعبة. مزبوط. وحبين المدرب. احنا كنا بحب اللعبة بتاعتنا. من خلال المدرب. مم. المدرب بتاعنا حبيبنا في اللعبة. لو انا ساكن في اخر دنيا. فباجي من المكان بتاعي عشان خطرا بحب المدرب. سالكنان ده فندل يعني. Nil Measure الحمد لله. كان قابل للثورة اغير كده. اه. كان قابل الثورة اغير كده. اما عندنا انا كنت مندير الفني في التحاد الشرطة. نعم. وطول له هلعب خلي بالك لعب 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 اولمبي وامدرب اولمبي. لعب لعب كابتن فتح الله. ماشاء الله. اه. اه. كانوا اهتمين بالمسارعة وكان منتخب مصر اللي انا حكيت لك عليه ده كله الفرق دي كلها كان في التحاد الشرطة. اه. وكابتن بوجي وامد سعيد عبدالصادق واشف الغربلي ومش عايز انسى حتى عشان ما حدش او تايسون وكل منتخب مصر حر روماني. كله. اه. بتحاد الشرطة. اما جاءت الثورة بقى يعني خلص تعالى بكسة خالص خالص. ليه مش مش. انشغلوا في سياسة يعني اول ايه. مش انشغلوا يعني ايه. السورة يعني ايه واقفت حل يعني الشرطة اول حاجة تهجمت من الشرطة. الشرطة بقى بالتأكيد افصل على الشرطة. فقفة لنادي وكان في مرتبات لليلاعيبة. نعم. ده من الاتحاد الشرطة. اتحاد الشرطة كان معي. ايه. بقتم فيه يعني التصنيف محلي قدي كده. دولي قدي كده. قليمبي قدي كد نعم فكان فيه استقرار بس رجعت حد الشرطة اعتقد دلوقتي بنفس الكفاءة لا 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 انا رجعنا تاني ومسيب نفسك انا حاليا في اتحاد الشرطة مدير الفني بقى لي حوالي سنتين يعني رجعت التاني من 10 سنين مش بنفس الكفاءة قبل 25 انا الناس اتغيرت والميزانيات اتغيرت وكانت يعني ايه وجات كورونا كمان خلاصت على الباقي يعني كده يعني كم يحصل اللاعب يعني حصل على بطولة زهبية كم يقدر قيمة مالية اللي هو حصل علينا كرم يعني فقاتينا حوالي مليون ونص ما شاء الله كويس اول بس يعني بتختلف من الدورة الفترة اللي فقتت بس يعني يعني دورة كرم مقابر كم مليون لكن الوزير بصراحة يعني كنا في تكريم بعد دورة اللاعب في ركاكة في المغرب واجتمع بينا وقال ان شاء الله كان بيكلم مع كيس وقال ان شاء الله انا بوعبكو ان اللي يجيب مديلة دهب مليون ونص مليون ونص مش مليون اه كانت تلعوه المليون اللي بدل مليون ونص ببقى الاتحاد ولا لا الوزارة الوزارة الدورة هي اللي تدعوه طبعا مش الاتحاد الاتحاد لا الاتحاد لا يكون ضعيف يعني المكانيات ضعيفة انا بتكلم على برة لا الوزارة الشباب يعني البطولة اللي هي اللي هي الزهبية الوزارة الشباب اللي تدعوها بليون اللي بطولات العالم ده الاتحاد ده العالم اه ومش اي حد يجيب مديلة دهبية في اللي بيات يعني اتبقى صعبة جدا لازم ان كنت تعمله فترة اعداد كبيرة جدا قبلها مش اقل من 3-4 شف وفترة اعداد مكلفة اكيد هقول لحضرتك على ملحوظة اولمبيات لندن كان مع الدكتور اشف حافظ كرم جابر نعم وكان كرم جابر لعب 96 وزن 96 كيلو في اولمبيات اتينا اللي عمل فيها مديلة دهبية نعم فكل مؤظم الناس فقالوا ان كرم جابر مش يعمل مديلات خلاص بقى كرم جابر سنه عدة اه كرم جابر الدكتور اشرف خده كان سنه حوالي 35 سنة نعم شبها حضرتك ان خلاص يعني لعب تعاملوا فترة اعداد في بلغاريا وسويسرا وترعمل من بلد لبلد تعاملوا فترة اعداد من صرف عليه بها فترة الاعداد الوزارة 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 التحية الوزارة الشباب الحقيقة برضو الوزارة بكل الالعاب اه ما انا فاهم للبوكسل ومسرع يعني الدعم بيجي من الوزارة من الوزارة وما بيكون فيه لعينا والمعسكرات والبوكتماني والصفى الريح جاي يعني المعسكرات الخارجية دي كنا بنعملها في 2004 هي لغاية 2006 كمان كانت شغالها طب لو انا خدت مراحل اللعبة كبطولات بتبدأ ايه اول بطولة بيواجهها اللعب مجرد اعدالي في الاول عندنا في نادي الطلبية باخد اللعب من سن ست سنين مدرسة المصارى عندنا في نادي الطلبية من سن ست سنين دي بتبقى الموهبة بقى يعني حضرتك بتختلف من اللعب للعب انا بجيب اللعب بيخفن للعب او معظم الناس ما تعرفش عن ايه المصارى كله بفتكر ان المصارى اللي هي المصارىة المحترفين اللي هي في التلفزيون اللي فيها الضرب دي معظمها شو المصارى دي شو ده هارونة مش حقيقي يعني مجرد ديكور بس بس اكلك بتفرج على فيلم همدي اكلك بتفرج على افلام السعرادية لكن المصارى بتاعتنا اللي هي طبعا بتمسل مستورة تعالى من قانون اللعبة وحكام وحاجات عائلة طب كم وقت ياخدوا اللعب علشان يؤهل لاستعداد لأول بطولات حضرتك احنا لما اخر بطولة اللي احنا عملناها يمكن اللعب لسه جاي من البيت من السفر خالص من السفر تمام هو بيتعمله فترة قبل البطولة مثلا ان شاء الله من ستة شهر عشان اقدر ان انا يعده لبطولات كوهي سيئة ايه البطولة بقى اول حاجة بيلعب بطولة محافظة ومن خلال بطولة المحافظة بناخد اللعب الاول والتاني بيمثل محافظة الجيزة في بطولة الجمهورية نعم فمن خلال بطولة الجمهورية مستمي ممكن اقول له محافظة كده ومعكبت العيد فرد فرد اولا المسارع اللعبة يعني ايه جميلة وكل حاجة بس اللعبة تعليمية لو لو مش موهوب بس يتعلم اه قبل ان يتعلم اه بس اللعب لو حب المسارع المسارع هتحبه اكيد دي يعني دي يجي في المنظومة بتاعي المدرب ايه دور برده كان لسه ده كان هيكود السؤال عن العلاقة بين المدرب والعلاقة بس انا لو ما بحباس مش هلعبها يعني مش هتحبه دي لعب ببطل كبير بس بيكره مدربه اه فمش هيكمل في اللعبة او بيكره اللعبة مش هتحبه في لعبة بتيجي صغيرين اهلية عايزة تلعبهم مسارع بلعبش فهو ما عندوش روح لو حب اللعبة اللعبة يحبه محبش اللعبة اللعبة مش هتحبه مش هتديه فده عرفه من زماني حضرتك طبعا احنا اتكلمنا على الانجازات اللي هي الفترة اللي فاته بتاع دورة العلعاب الأفريقية الحمدلله كان لها الشرف وطلعت مع المدربين اعتقد حضارك اتكرمت من الرئاسة اعتقد حمدلله حصلت على وسامة الجمهورية محتبك الأولى من صادر رئيسة التعسيسية وزع على الناس كتير قوي والحمدلله ده عناس ليه اه والله ده الكابتن عيدي يعني دكت هذا الله يبص حضرتك لا يعني طلع جيل يعني مش حاجة كويسة جدا 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 جيل لسه قدامه سنين كمان طيب يا جدير بالمسابر ده عاده لا تعال بقى نفس اماره بخورة دايما المدرب بتاعي اللي علمني اللعبة يا رب كده تديله الصحة الكابتن علي غنيم نعم يعني دايما كان بقول انت عندك الموهبة في التدريب مو من صغري اه وبقى شيت برضو بالكابت المقرب الورد لانا يعني كان ليه الفضل لانا اشتغلت معاه كده بقى ليه الفضل لانا بعد ربنا نعم كنت ان انا تحت قياته وانا الحمدلله حصلت المدربين اه نهاردة عندنا في نادي الطلبية بتتكلم في ست لعبين دوليين ربنا قرامني وروح تدورت الالعاب الفريقية اللي كانت في المغرب وحصلنا على خمسة دهب وستة فضة واربعة برونس الحمدلله ومصر كانت مكتسحة اه لو شفت حضرتك عالم مصر هو بترفع في المغرب حاجة حاجة يعني عايز اقول لحضرتك يعني انا واقف مع اللعيب الابطال بكل فخر بكل عزة انا مصري عالم مصري بترفع كده في المحافلة الدولية دي حاجة كبيرة جدا احساس جميل احساس اكبر احساس انا حسيته بحياتي في دورة الالعاب الفريقية فرقت مع حضرتك بقى لما خدت الكمية دي من البطولات ورجعت مصر واستقبلته مستقبال حلو وحصلت على الوسام فرقت معاك في ايه؟ والله يا فرقت معانا في حاجاتك سيف جدا السخة بالنفس نعم اي حد يتكلم على اي حد عامل انجزات مليش دعوة انا بشتغل وبنجح وبس نعم انا مليش دعوة بحد انا طريق اللي انا ماشي فيه لان دايما المدرب كان يقول لي الشجرة المصمرة الناس بيتحدفها بالطوب امر طبيعي دايما كان بيقول لي كده يعني دي معلومة او مقولة دايما كان بيقول ايه لي مظهور بقول له يا كابتن انا بروح له يعني مثلا يعني بروح يا كابتن ان الناس بتحريب بتشتكيله همه باشتكيله يعني اه بتشتكيل النجاح دي 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 حاجة انا عارفة وهفضل مكمل في النجاح طالما في مجلس ادارة محترم ما دي شونة الحلال حج محمد اريدي عندنا راجل بصراحة ما شو الله يعني مهتمم بالالعاب وسيط المستشار حسن مراد وصعد عدام مجلس الادارة الناس بصراحة على اعلى مستوى وما بيخلوش على الالعاب عندنا كان دي فقير اه بس الحمد لله نتائجه في جميل العاب مش المصارع بس بس ليه النادي ما يبحث عن رعاه لللعبة بشكل لا دي قصة دي للاتحاد يعني ده شغل الاتحاد مش شغل النادي لا 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 انا بل رعاية الرعاية مش شغل الاتحاد شغل الاتحاد طب الاتحاد ليه ما يدعمش الاندية اللي بيطلع عناصر ولماذج وشنايفة زكاة جابه لعبداللاطيف عبداللاطيف مانيا عند دكتور عشب حافظ دكتور عشب حافظ وكيجو ماسكوا مدارب اسم زغلط وكان لعب دولي برضو وكان مدارب كويس ولغاية دلوقتي موجود وكابتن طلبة برضو ماسك بنتي من البنات وعمل لها راعي صمر حمزة دي بطلة عالم ما شاء الله وان شاء الله يعني في الطولة افريكا اللي جايع اتعدل اللمبياد توقع بإذن الله اللي بترام اسكندريا اصلا اسكندريا كابتنك كابتن طلبة الرعاية يعني زبطوا الدنيا كلها شوية يعني مفيش ما فاضلش الاتنين اللعيبة في الفرقة بتاعته الروماني طب خلنا نكلم عنا يعني مستقبل اللعبة في مصر انا شايف ان السيد الرئيس يعني بدأ يبقى فيه اهتمام مش بس بكرة القدم يعني كرة اليد كان موجود فيها طبعا 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 يعني ده اعتقد ان هو بيدي بوادر حافز دو حافز كبير حافز قابا حافز كبير ويعني والكسر اللي احنا فيها برضو احنا عاصرين برضو الدولة والكورونا وبتاع كده الظروف اللي موجودة بس الظروف اللي موجودة الوقت يعني ما اسمعش ان ايه احنا عندنا برضو المصارع على التلامس اه اه احتكاك احتكاك فيعني ايه يعني برضو يعني يعني اذا ما فيش بطولات لحين انتهاء قزم الكورونا تماما ان شاء الله اول بطولة اللي هتبقى في المغرب توكيو توكيو هتتأجل تانيا يعني اتأجلت سنة اللي غد شهر السبعة الجاي ده هتتلعب بس على تسعين في المية او تسعة تسعين في المية هتتلعب عشان لو الوباء خلاص بقى ان شاء الله ممكن تتلعب بص يا بقى يا فندي كان بطولة البطولة التقيلية كانت لتوكي وكان في يناير نعم اليوم اجلوها لمارس اجلوها لابريل فدي بتدي يعني الدول دي اعتقد يعني نسبة الوباء فيها عالية اكتر جدا خاصة اسيا يعني اسيا يعني بتوكيو بالذات يعني بتوكيو بلد جميلة جدا 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 ومنظمة كل حدا بس الوباء ده قضى على كل حدا بس احنا الحمد لله النسبة بتنخفط يعني عندنا اب تنخفط مستمر كل يوم اه اه والله بس الحلب يعني اللي بيقليك العالم كله بيزيد مبين قص اه اه والله طيب اه ارجع حتة مهمة اول بخصوص الكابتن كارم شايف حضرتك الكابتن كارم بعد هذا السن هيبتير يتاجه للتدريب ولا ولا هيشارك في بطولات تانية يرجع تاني يشارك تاني اه كلاعب بس يعني الزروف ما سمحتلوش يعني دخلت كورونا برضو بتاعه كده وفيه ناس برضو بيعني وسينه بيتقدم في المجلس برضو عرض القصة دي انه هو يرجع وبتاعه كده وفيه ناس باس تقول لك خليه يحفز على تاريخ هو بتاعه كده لان كرم يعني اسم كبير اللعب الوحيد الى فاصل عمل فضى وضحب بس اعتقد ممكن يلاقي مكانه في التدريب اه بس التدريب برضو ايه ملكة ملكة يعني ملكة وفوابة ينجح كراعب ينجحش كمدرب والعكس وفيه العكس والعكس وفيه العكس انا حضرتك ما دخلتش منتقب مصر بس عندي عندي جم كبير قوي قوي وقاعد فيه وبرضو يشغال فيه طب اله انا هاخد فاصل قصير ونرجع نتواصل تلك المحرارات تفضل طيب انا اخد فاصل قصير طوز عمرو ونرجع تاني اجدل التحية طب يا حضراتكم واجدل التحيب بضيوفي في الستوديو وارجع نستقل في الحوار تاني معاهم على انا نتكلم على النماذج المشرفة في الالعاب الفردية وخاصة لعبة المصرعة اللي هي قدرت انها تمثل مصر كابتن محمود كنا نتكلم على الكابتن كرم جابر قبل الفاصل ما اعتقدش انه هو هيدخل مجال انه يلعب تاني وفي نفس الوقت ممكن ما يخشش مجال عايزين بنا نتكلم على نماذج تانية زي الكابتن كرم كابتن بوجي بطل عالم في 2002 برضو مدينة برونز في الكبار موضع اجله؟ بطل IU حضرتك بطولة الصعادية الدولية باستبيال الوزير الشباب الرياضة دي بطولة الصعادية دي دي اللاعبين النادي الطلبية د كيشو في دورة الالعاب الفردية في المغرب وحصل على الناديلة الزعبية دي كاس اول وتانى في طول الصعادية الدولية ده حسام مرغاني دهب في دورة العاب الفردية vai hello خالف الزع اه اه اول دورة افريقية. طبعا التاريخ كله بقى يعني المدربين دول ده كاس العلم الكرات انا هو. كاس العلم الكرات. اه اول افريقيا في الجزائر. ايمان عصام اه اول دورة العام افريقية في اله. دي حلقة متبنيها بقى. دي بنتي انا متبنيها. اه. وده الجهاز الفني كابتن صابري سالم دراست المصارعة في مصر. ده غانية عن التعريف كابتن صابري. كابتن عيد فاط. انا اخوك كابتن مونجد. ده مستقبل مصر ان شاء الله. كابتن صابري اخو كابتن مونجد ده هم ربينا. اخوه. اه. اه. هو اللي مطلعنا كمان يعني. كابتن مونجد. متحنف ده عندنا ان شاء الله ده خليفة قرم جابر. طب اه كنت بتقولوا ان فيه اه بعض النمازك اه من اللعبة بدأوا يشتغلوا برا مصر كمان. تمام. بيتشتغلوا فين? اه والله في مدربين في الصعادية. انا طلعت بطل الصعادات الدولية لقيت اربع مدربين شغالين في. حاجة فاجئت بيهم ولا ولا كنت عاربهم? نا عارب طبعا. اه ان هم مدربوا هناك في سعودية. اه وعملين شغل علي اوي اوي يعني كابتن مجد رشاد وكابتن حسن مدني. وعندي اه كابتن احمد سالم. نعم. ماسك هناك. اه رسم لك كابتن شريف اه علي. ماسك مدير تنفيذ اتحاد المصر للصعودي. مش مش بني بس. نعم. نعم. ده اداري كمان. ما شاء الله. عاملين احلى شغل. احنا طلعنا في طوط سعودية الدولية في الفين وتمنتاشر. وحصلنا المصر على المركز الاول اه. طب مين مين بيدرب منتخب اه اعتقد برا في اوروبا? لا في امريكا كابتن بوجي. كابتن بوجي. اه. هو مدرب منتخب امريكا? اه. بوجي بوجي يعني اه اه بطل عالم كبار. مديل يدعب في الصين. وعمل الشو كويس جدا جدا جدا. بس هو كان حظه سيء في الاولمبيات. لكن حظه كان حلفه بطولات العالم خاصة في الناشئين والكبار يعني. اه نعم. مش اخبالك عمل تلت اربع ميديليات بطولات عالم صغيرين. وختمة بطولة العالم في الصين. كتبه الفين وستة. اه. واتجه بقى يعني بعد كده. المدرب منتخب امريكا. اه. وشرفنا يعني. استحيل بي مصري مدرب منتخب امريكا. انا كمان فوجيت. وانا في السعودية فوجيت لاتهم جابوه محاضر دولي. محاضر دولي. محاضر دولي. محاضر دولي. محاضر دولي. جابوه له طارة خاصة. طارة خاصة دولة مصر. يحونا تقدمين في اللعبة. اه طبعا. بس. بس. في الفين وستة عشر رحنا لازفكاز. عشان كنا عسكر للدربة. كانت البطولة التأهيلية للبرازيل. نعم. لقنا بقى يعني في لازفكاز. جانا وقاعد معانا. وماسك المنتخب الامريكي. مش مش يعني. حي ما بنقولش حاجة كدة أو تعالى. نا اكيد طبعا. بيجو. بوجي. ماسك المنتخب امريكا. دي هو المدير الفني. للمنتخب الامريكاني. ومحاضر دولي. انا بدينا بدينا محاضرة. نعم. فمعظم المدربين في الدول اللي كان موجودين كان حوالي سبعة دول كان مشتركين في بتوت السعوديات الدولية. نعم. وحامد الله كان لازش شرف ان انا كنت طالع مدرب مع البعسة. وبنسأله في المحاضرة بيسأله سؤال. بقول له اغلى مدرب عندوكو في امريكا مين. نعم. اغلى مدرب في امريكا. قال لك المدرب اللي بيصنع الناشئ? اللي بيصنع الناشئ. الطفل الصوية. طفل the بالضبط كده. مش اي حد يصنع ناشط. مش اي حد في مصر يصنع. دي موهبة. فيه مدرب الشغل بتاعه بيشتغل مع الكبار. التعاون مع الاطفال برضو صغير. طبعا. فيه مدربين كتير مع الاطفال بينجحوا. والمدرب اللي بيمرن الطفل الصغير ده يمرن الكبير. لكن الكبير معرش يمرن الصغير. المدرب اللي هو يشتغل مع الكبير صعب ان يشتغل مع السن الصغير. اه. فانا بصراحة بشيت بالمدربين. ليه احنا كمصر ما نستضيفش بطولات من هزا النوع? وتبقى بطولة مصر مسلا وتبقى بطولات عالمية. عندنا فندم عندنا. كان عندنا يعني بصولات كتير. بنستضيفها. ومتن كون كل سنة بطولة برير مصطفى. اقلت لها في اسكندرية دولية. دولية. دولية يعني كان التحدي السوفيتي كل وبيجيها اخر بطولة كانت امتى استضافتها مصر? كان شعر اثنين. كان شعر اثنين لفدأ. شعر اثنين. عشرين 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 عشرين. اه. من سنة بالزبط. طب احنا احنا حصلنا على قديبة بطولة يعني اكتساح. احنا اكتساح. في البطولة دي خدنا اكتساح. مصر خدت اول بجدارة. اما ليه عالم كله الشعب مصر كله ما يعرفش. معندوش فكرة عن الكلام ده. معندوش اي تصويت. كرة القدم وقت كل الناس في اتجاه بعيدا عن الالعاب. الدق حضرتك مش متسلط على على معظل العاب. ده العاب الفردية بس. اه. اه. يعني العاب الفردية دي. اه. يعني كرة اليد مش مش لعبة فردية. اه. بس برضو الكرة دايسة عليها. عاملوا كاز العالم هنا وبتاعه كده. اه. كان تنظيم كده ايه. كان بطول حاسم مصطفى يعني بطول الامراض العظيم بتاعه كده. ان مصر رائدت الرياضة. اه. في الوطن العربي كله. اه. انجاح الدورة بتاعت الكرة اليد. ده ده ده. حاجة. حاجة مبخرة. مبخرة. اه. اه. وشوف احنا قبل كده نزلنا بطولة وكرة القدم مخرجنا منها. اه. يعني ما كملناش حتى. اه. لكن احنا برضو نزلنا كان من طولة العالم اللي نشيين في اه. كرة اليد. كان في واحد تسعين. واخدنا اول. اه. لو تحتكر يعني. اه. كان تستطيعنا بتاع الستادي لسه معمولة جديدة. طب الاستثمار في هذه اللعبة. يعني لماذا لم يتجه اه. مستثمرون لللعبة. والله ده كان قبل كورونا يعني بتكلمك عن رعاية وكان في رعاية تانية جاية. لأ مستثمرين يعني واحد يعمل مدرسة. مدرسة. اكاديميات يعني. اه. اكاديميات بس يعني في ناسا عملت. بس فشلت ايه. مغليين الاكاديميات هي يعني الاصعار بتايتها. اه. ليه بقى يعني ايه اللعبة تعليمية ولعبة فئيرة عامة. ما الجيش يعني ايه تبقى تعمل كده يعني ايه بيغلوا يعني الفيزيزيتا يعني بعدين اللعبة فقيرة. كل اللي بلعبها فقيرة يعني. يعني لان تagneرسة م distinguished. من اقل امكانيات اللعبة بنصنع بطل من اقل امكانيات الحمد لله يمكن بقول لحضرتك في الفترة الصغيرة دية يعني تسع سنين أو عشر سنين بالظبط حاصلين على الدرع العام على مصطوام حفظ الجيزة وخدنا اول جمهورية اكتساح نادي واحد يحصل على ست مديليات في بطولة الجمهورية السنة اللي فاتت ولاده صغيرة يعني مش طبعا طب النواد الكبيرة زي الاهلي والزمال نا نتمنى للعندية الكبيرة دي تدخل الالعاب الفردية على الآل هيصرفه على اللعبة كان زمان يا ف Vatican على الآل هيصرفت ما فشأة ولا اهلي ولا زمان يا ف Vatican كان منتخب مصر من الزمان كان في النادي الاهلي هناك بالمكان مسرعة году من محهود حسن كول كيلة المتخب مصر بفيه دلوقتي يعني التجمع في المركز اللومة فالتجمع في المعادة في المعادة ليه مكان وصلاة وكل حاجة على علم استواединك كل حاجة بصراحة كان نادي المعادة المعادة المنزل للمنتخبات مصر كلها تجمعوا منتخابات مصر كلها في المركز اللومبي ده كان نادي المعادة زمان المركز اللومبي ده الوزارة خدته واخدت المركز اللومبي للمعسكرات المنتخبات كلها ده بصراحة تكلم رائع جدا أنا مش عارف أقول لكم أنا شايف أنتو ناس صنعتوا إنجازات جديرة بأن احنا نرفع لها القبعة تأدير اللي انتو الحاجة الوحيدة حضرتك ربنا كرمنا بيها المعاملة الطيبة مع الناس والحب والإنجازات والحاجات التاريخية اللي اتصنعت خلال فترة باتت وسام الرياضة من سيد ريسا دي كانت حاجة بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا أنا بشكركم طبعا شكرا جزيلا أنتو شرفتوني الحقيقة في الوقت المصير ده والأسف وقتنا خلص عطول كلا الفقدي جميل بياخذ يجيلك ثاني شرفولي في نهاية أنا طبعا بتقدم بخلص الشكر لضيفية الكرام اللي هم اقتطعوا جزء من وقتهم السمين ويشرفونا عشان يكونوا معنا ويعني الحقيقة في نهاية الحلقة بتاعتي أنا بضم صوتي لصوت الناس المحترمة اللي صنعت البطولات وبقول للقيادة السياسية الحقيقة أنا مش عارف أنا أكسوف أنا بكلم السيد الرئيس أن كل حاجة بنلقيها على عاتقه طبعا لكن هذا النوع من الرياضة نوع جميل ومصر حققت مراكز متقدمة جدا 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 فيه وهذه الألعاب خسارة كبيرة جدا أنها لا تلقى الدعم الكامل من كل الدولة بطالب الأندية الكبيرة أنها يعني بحكم ما لديها من أندية وبحكم ما لديها من ميزانيات ومن رجال أعمال كبار أعضاء ورعاء أنهم يتمنوا هذه الألعاب هذه الألعاب التي كفيرة بأنها ترفع اسم مصر علينا يا جماعة تصدقوني احنا بنحط كل فلوسنا في اتجاه وبنخسرها حطين كل اهتماماتنا بنصب كل اهتماماتنا بكرة القدم آه يا لعبة شعبية عالمية وبتمثل قيمة كبيرة وكلنا بنحبها لكن لابد أننا ندي ولو نسبة بسيطة حتى من الاهتمام بهذه الألعاب المصرعة أنا شايف أنا شايف أنا قدامي نجمين صنعوا العديد من النجوم وأعتقد يكون شرف كبير جدا جدا لما يكون مدرب مصرعة بتاع منتخب أمريكا مصري والمحاضر ده اللي بيدي محاضرات للعبة طب وإحنا يعني ده حاجة عظيمة جدا لما اسمه مصري بيرفع في هذه الأماكن زي ما عندنا نجمينة محمد صلاح بيمثل سفير لمصر سفير الوطن العربي كله في المجتمع الأوروبي والعالمي أيضا عندنا ناس كون أنها ترفع العالم العالم المصري بره ده حاجة عظيمة جدا 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 أنا بشكر حضراتكم وآسف على الإطالة وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله تعالى ألقاكم على خير في حلقة قادمة لكم منها أطيب ورق الأمنيات موسيقى 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 موسيقى